42 مليار دينار هي قيمة فواتير مياه لم يدفح الجزائريون وما كشف عنه المدير العام لشركة الجزائرية للمياه للشرق نيوز الذي أكد أن 20% من مستحقات الشركة لدى المؤسسات لم يتم تحصيلها لحد الساعة جزائرية تحصيلها لدى المؤسسات لم يوجد أمين الموقع للبيعيش ولتحصيل هذه الديون أشركت الجزائرية للمياه الولات في عملية استرداد مستحقاتها مع قرار مشروع تنصيب 514 ألف عداد جديد لتفادي سرقة المياه Actuellement nous avons Cisily Welly qui nous accompagne dans le recouvrement des créances Nous avons des résultats très positifs En 2016 nous avons engagé une action pour d'abord améliorer la facturation et améliorer le recouvrement Par l'installation de compteurs, nous avons un programme d'installation de compteurs de 514 000 compteurs sur 18 mois Donc jusqu'à juin, il démarre en janvier 2016 jusqu'à juin 2017 Et nous comptons récupérer à travers cette opération quelque chose comme 150 millions de mètres cube هذا ويبقى مطلب الرفع من تسعيرة المياه يفرض نفسه بإلحاح بعد العز الكبير للمؤسسة في ظل عدة ظواهر غير شرعية من بينها التبدير والسرقة في العدادات